السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدي الكرام بكل خير عدد جديد من حديث الصحافة والذين نستعرض فيه أهم عنوين الصحف لنهار اليوم والبداية ستكون من قناة النهار الجزائرية والتي عنونت صدر صفحتها الأولى بموضوع على علاقة مع شأن الصحي وقالت بيع أدوية كورونا من دون وصفة طبية أصبح أمرا ممنوعا في تفاصيل الخبر تقول الجريدة دعت الاتحادية الجزائرية للأدوية سيادلة خواص إلى عدم بيع أي دواء مضاد لفيروس كوفيد-19 من دون وصفة طبية مسبقة وأفاد بيان الاتحادية بأنها شددت على ضرورة تقيد السيادلة بوصفة طبية مسبقة لدى بيع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد-19 القرار اتخذ بعد تسجيل ندرة في عدد من الأدوية نبقى مع جريدة النهار الجزائرية وعنوان آخر الجزائر تخسر أربعين بالمئة من إنتاجها لمادة الحبوب سجلت الجزائر خلال هذا الموسم الجاري 2020-2021 وعشرين تراجعا كبيرا في إنتاج مادة الحبوب القمح والشعير حيث تجاوز هذا الانخفاض تقول الجريدة كمية قدرت بنحو 1.5 مليون طن مما يجعل سلة الغذاء الجزائرية في خطن كبير خاصة وأن مادة القمح بنوعيها الصلب واللي تعد الغذاء الرئيسي للكثير من الجزائريين إلى جريدة أخرى جريدة الشعب الجزائرية والتي عنونت صدر صفحتها بموضوع كذلك على علاقة بأشاني الطبي مختصون يحذرون من خطورة التطبيب الذاتي وتقول الجريدة في تفاصيل الخبر حذر الأطباء والمختصون الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو الذين تظهر عليهم أعراض المرض وعلامات الإصابة بالفيروس من الاستعمال الكثيف للمضادات الحيوية ومضادات تخثر الدم وذلك من دون إشراف طبي مؤكدين أن الاستهلاك العشوائي لهذه الأدوية يشكل خطرا على صحة المرضى وقد يؤدي إلى تعقيدات صحية خطيرة لدى بعض الفئات جريدة أخرى جريدة الحوار وكذلك لم تكن بعيدة عن أشياءنا الصحي تقول تلقيه عشرين مليون جزائري قبل نهاية شهر أكتوبر وفي تفاصيل الخبر الذي كان على صدر الصحيفة تقول عقد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزير بمقر وزارة الصحة لقاء مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني خصصا لمتابعة الوضعية الصحية وتدعية وباء كورونا على المواطنين وتقديم مقترحات بهدف التحكم والسيطرة على الوباء إلى جريدة الشباب الآن قبول 326 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة وفي تفاصيل الخبر قامت الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية أند وأناج سابقا بقبول 326 ملفا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة وذلك حسب ما أفاد به هذا الخميس بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المسغرة شايدية الكرام إلى جريدة أخرى الجزائر التي تحدثت عن المساعي الدبلوماسية للجزائر لحل أزمة سد النهضة بأثيوبيا وتقول إثيوبيا تشيد بجهود الجزائر لتسوية أزمة سد النهضة في تفاصيل الخبر تقول الجريدة تلقى الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر لحل حالة أزمة سد النهضة عبر المبادرة التي قدمتها في هذا الخصوص الترحيب والإشادة والتعبير عن الأمل في أن تسهم في تقريب وجهة النظر بين الدول أثلاث مصر السودان إضافة إلى إثيوبيا من عنوين الصحف إلى عنوين المواقع الإلكترونية في الجزائر والبداية ستكون مع موقع النهار أونلاين سفارة الجزائر بفرنسا توضح بخصوص العمليات التضامنية وشروط تطوع الأطباء الزماقرة لمساعد أزماجرا كما يقال بالعامية أزماجرا للمساعدة في الجزائر إذن أصدرت سفارة الجزائر بفرنسا أمس بيانا بخصوص العمليات التضامنية الرامية لمكافحة انتشار وباء كوفيد والتي بادر بها أفراد الجالية الوطنية تستدعي من الآن فصاعدا الحصول على رخصة لإيصال التبرعات أهم نقاط هذا البيان ستجدونه على موقع النهار أونلاين إذن إلى خبر آخر العثور على جثة راكبة الأمواج بخت رمضاني في إسبانيا إذن في تفاصيل هذا الخبر أعلنت جريدة البيريوكوديكو الكتالونية أمس الجمعة عن العثور على جثة راكبة الأمواج الجزائرية بخت رمضاني والتي اختفت مارس الماضي وتم التعرف على جثة راكبة الأمواج الجزائرية بخت رمضاني والبالغة من العمر 68 عاما عن طريق إجراء فحص الحمض النووي وأشار ذات البيان أنه تم العثور على جثتها من قبل حرس السواحل الإسباني شهر جوان الماضي إن لله وإن إليه جعون إلى موقع البلاد الآن وفي أشياء الصحي يقول مختصة في طب الأطفال هذه هي الحالات الثلاث التي تؤكد عدم تعرض التفل لمضاعة فاتي فيروس كورونا نوعا هذه الأعراض يفصل الموقع لدى الأطفال قالت حفيظة شريف وهي المختصة في طب الأطفال قد تكون هذه الأعراض مجتمعة أو متفرقة وتختلف من مصاب إلى آخر منها الحمى السعالة الجاف التعب والإرهاق ألام في العضلات عطس حكة وسيلان في ألف ونظرا لالتفاع درجات الحرارة قد يحصل نزيف خفيف ألام في الحلق إسهال غير متعود عليه إضافة إلى أحمرار في العينين كان هذا كل ما لدينا بالنسبة لعنوين المواقع إلى المواقع العالمية ونبدأها من موقع الجزيرة والتصعيد الخطير الذي حدث بالأمس بين الجانب اللبناني ودولة الاحتلال السيونية في تفاصيل الخبر دولة الكيان تشكو إلى مجلس الأمن سواريخ حزب الله والحكومة اللبنانية تتهمها بانتهاك السيادة الوطنية إذن قدم دولة الاحتلال شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بعد قصف متبادل بين القوات الاحتلال وحزب الله وبين مدانة واشنطن هجمات حزب الله اللبنانية اعتبرت الحكومة اللبنانية القصف الإسرائيلي أعمالا عدائية وانتهاكا صارخا لسيادة اللبنانية إلى موقع آخر وخبر آخر متعلق بالرياضة والقنبلة التي هزت الوسطة الرياضية وكرة القدم خاصة بي بي سي أربيك تكتب ميسي رئيس برشلونة يقول إن الإبقاء على النجم الأرجنتيني كان من شأنه أن يعرض النادي للخطر لمدة خمسين عاما في تفاصيل هذا الخبر يقول موقع البي بي سي قال أخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لأن سعي النادي الكتالاني للإبقاء على ميسي كان من شأنه أن يعرض النادي للخطر لخمسين عاما ويغادر ميسي البالغ من العمر أربعا وثلاثين عاما صف نادي الإسباني الذي لم يعد قادرا على تحمل تكلف منحه عقدا جديدا يلائم مستوى مرتبات اللاعبين في دوري درجة الأولى الإسباني ويضيف الموقع ساعت شركة مساهمة خاصة للاستثمار في الدوري الإسباني ما كان سيجعل توقيع ميسي ممكن إلا أن ذلك كان يعني أن يتخلى النادي الكتالاني عفوا عن بعض حقوقه التلفزيونية وأضاف لابورتا رئيس نادي برشلونة لا يمكنني أن أتخذ قرارا يؤثر على النادي لمدة خمسين عاما مقبلا وأضاف يتجاوز عمر النادي مئة عام وهو يأتي فوق الجميع وكل شيء بل وفوق أفضل لاعب في العالم سنشكره متحدثا عن ليون ميسي سنشكره دائما على كل شيء قام به من أجل أن يتكهن الجميع بمستقبل ليون الميسي الذي لا زال غامضا إلى حد الساعة إلا أن هناك الكثير من الأخبار تحدثت عن إمكانية انتقال النجم الأرجنطيلي لنادي باريس جرما الفرنسي ندري إن كان سيصنع تاريخا جديدا مع هذا النادي وإن كان ذلك يبدو صعبا مشاهدي الكرام بهذا الخبر وأصلوا إياكم إلى ختام عدد اليوم من حديث الصحافة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء